مسلسل جمان الحلقة 13 رزام بتشتكل جمان من محمد وانها بتشك في سلوكه وانه هو بيعرف بنات غيرها وانه بيتجوز كمان من وراها وبتتداق جدا وجمان بتحاول تهديها اما محمد فبيغضب جدا وبيصور على صحر انها بتتعمل لانها ترش برفانة على الجاكت بتاعه علشان مراته تشك فيه وبيتخانق معاه عشان ما تعملش كده تاني لان مراته لو عرفت مش هيصل كويس اما هشام بيغضب جدا من جمان علشان مش بترد على تليفونه شحط بتطلب من عبير طبعا ليا سكرتريت هشام انها تنقل كل اللي بيحصل في مكتب هشام ليها اما بالنسبة لهدى فبتواجه مشاكل في حملها وبتفضل طاية وبتبقى متضايقة جدا اما عبير فبتبدأ تتقرب من هشام علشان يحكي لها مشاكله محمد بيطلب من رزان انها تخرج معاه عشان يتعشه برا البيت هي لسه طبعا بتشك فيه اما عبدالله فبيطلب من سعادي ان هي ما تدخلش في حياته هشام ولا في حياته الزوجية ولا اللي بيحصل بينه وبين مراته جمان رزان لسه بتعاني من خيانات جزر مستمرة لها والمرة دي بتبصه وبتلاقي فيه في الجيب بتاعه روج فيه جيب اميسو وبتتأكد طبعا ان هو بيخنها وده كان ملخص لاحداث الحلقة 13 من مسلسل جمان اشوفكو على خير باي باي